نروح لمنتخب السيدات لكرة اليد وتم الإعلان القائمة النهائية اللي مسافرة طبعا أحد المعسكرات في أوروبا قبل مشاركتهم في بطولة أفريكا في سنغال في شهر نوفمبر وسوداسي الأهلي بيوزين طبعا قائمة النادي الأهلي طيب مين هم الستة اللي انضموا لمنتخب مصر ملنا طلال سيد ليلة هيثم شهد الشواربي أمينة شام تقا كامل أمينة عاطف منتخبنا طبعا بيحتك بندرس مختلفة عشان يقدر يكسب خبرات زي ما حداك عارفين فريق السيدات خبراته أقل شوي المنتخب خسر في بطولة أسبانيا من سويسرا وأسبانيا وتونس خليكم فاكريني الأسامي دي عشان بعد الإعداد والشغل اللي هيتعامل ان شاء الله هنكسب الفرقة دي مرة تاني وبعدين هنطلع نلعب مطشين ودين في التشيك قبل ما نرجع على مصر ومنها تستعد للسفر لسنغال زي ما قلت لحضراتكم في بطولة أفريقيا وليتتلاقي في الفترة من 9 والحد 19 نوفمبر اللي جاي كل التوفيق لمنتخب مصر للسيدات اللي كرة اليد حلم طال انتظاره وانتظام المشاركة مهم جدا نحن نشارك ولكن الأهم هو انتظام المشاركة كمنتخب يستحق الدعم والرعاية كمنتخب الرجال فقط وان شاء الله منتخب السيدات يستطيع أنه يحصد المزيد من البطولات زي الرجال تماما اشتركوا في القناة